السلام عليكم احتراق حافلة للنقل الطرقي بتوريرت ونجاة ركابها من موت المحقق لكن قبل الخوف في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية أفادت جريدة إلكترونية أن حافلة للنقل الطرقي تعرضت للاحتراق بالكامل قبل قليل بالطريق الوطني رقم 6 الرابط بين مدينة تيفس ووجدى ضواحي مدينة توريرت وقالت المصادر ذاتها أن الحافلة كانت قادمة من مدينة فاسنح ووجدى وعرجت على مدينة توريرت لنقل بعض المسافرين وفور وصولها إلى منطقة الجريفات سمع ذوي انفجار قوي لإحدى العجلات قبل أن تشب النيران في الحافلة حيث أتت على هيكلها بالكامل ولحسن الحظ أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة حيث تمكنوا من الفرار بجلدهم من النيران الملتهبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر